اشتركوا في القناة تعني ان احنا نحدث اللاعب ونعطيه معلومات بس اذا كان لعلاقة بالاحداث اصلا اللي قاعدة تصير يعني اعطيكم مثال ان اتوقع اغلب الشباب اللي داشين يابون يتعلمون شلون يسوي PUBG ولا Fortnite ولا Call of Duty فهذا الالعاب يعني تكون الخريطة معلتها ضخمة يعني مو من الحكمة ان انت اديز معلومات حق كل اللي موجودين وهما مثلا بعيدين واحد باول الخريطة واحد باخرة فماكو داعي ان انا اديز معلومات حق كل اللي موجودين بهذا الخريطة الكبيرة شذي انا قاعد اهلك الكمبيوتر وقاعد استهلك الانترنت والداولود والابلود سبيد وكل شيء يعني بدون الفاضي بدون داعي طبعا اذا خريطك صغيرة وهذا يعني هالامور ممكن واحد ما نقول يضغاض عنها بس يعني يكون نوعا ما يعني يتسامح فيها بس بشكل عام الالعاب الاولاين دائما الواحد يحاول يقلل من الاستهلاك شكثر ما يقدر علشان اللعبة تتحرك وتشتغل بطريقة سموث فهذا موضوع الصلة يعني انه اذا كان اللاعب قريب من الحدث اللي قاعد يصير نعطيه معلومات ونحدث عند القيم يعني سواء variables ولا functions الى اخر اذا كان بعيد لا ما نكشت فيه ما نقول له لحل ما يقرب نقول له ترى هذا اخر الاحداث هذا الـ update يعني الجديد شذين التنويه او التنبيه مثل يعني النفس الـ notification اللي يطلع عندك بالتليفون مرات تيلك مثلا الرسالة ولا ايميل اكيد السيرفر ما قاعد يتشيك 24 ساعة اجتلك رسالة لا ما اجتلك 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 رسالة لا ما اجتلك اجتلك رسالة لا ما اجتلك لا من تجي رسالة يعرف ان فيه شي يتغير عندك بالايميل مثلا فيدزلك تنبيه انه ترى اكو ايميل جديد اجالك غيرا ماك ماكو داعنا طول الوقت يشيك فهذا هو التنبيه يعني انه يعطيك تحديثات بس اذا صارت مو طول الوقت فخلي نشوف احنا شمسوين بهذا الـ project معنا يعني ندخل على الـ cube هذا صاحبنا الحبيب اللي يتحرك فاحنا قاعد يقول له event tick بمعنى انه احنا بكل tick قاعد نسأل تحرك الـ cube ولا ما تحرك؟ تحرك الـ cube ولا ما تحرك بالمناسبة الـ project كله نفس الشيء الشغلة الوحيدة اللي تغيرت انه انا اضفته هني كرة بس علشان اقدر اشرح لكم فكرة الـ relevancy او يعني الصلة والعلاقة يعني بس هذا الكرة يعني ما تحتاجها انت بالـ gameplay يعني ما تأثر بس الحين محظوطة بس علشان اشرح لك يعني المهم خلي راوك شنو اللي قاعد يصير اذا نقول مثلا هني print وناخل هذا القيمة اللي هي معنى الـ location الجديد ونحطها ولنفترض انه احنا ما نبي يتحرك كل event tick نبي مثلا كل خلي نقول كل ثانيتين على سبيل المثال نبي يتحرك وحدة واحد وحدة واحد وحدة لا خلي نسوي عشرة بس علشان تكون اسهل واحد يشوفه طيب شوفوا اللي قاعد يصيره الحين بالـ client هذا الازرق الـ client طبعا بالاحرى خلي ايه هذا client بالضغط خلي سوى اغير لونها بس علشان تكون واضحة الفكرة اصفر مثلا ايه شوفوا اللي قاعد يطبع بس الـ client راح تلاحظ انه الـ server قاعد يتحرك عنده كل ثانيتين الـ client الكيوب اصلا طار بالوقت اللي يعني اذا اجيبه ادخل شوف ما قاعد يتحرك لانه الكيوب موجوده هني بس اللي صار انه قاعد يحدث كل يعني كل frame قاعد يضيف واحد طيب تقول خلاص نحطه هني هم بعد delay ثاني عشان لا يحدث كل frame او كل tick قاعد عفوا يحدث كل ثانيتين طيب طبعا مبدئيا اذا تلاحظ الكود اصلا بدأ يخترب يعني انت قاعد تسوي انت copy من الـ server على الـ client يعني ما تقول بـ project اكبر راح يكون الموضوع يعني already غلط من شكل مبين غلط اقعد انسخ مني واحطه الـ client انسخ اخذ مني واحطه الـ client already غلط بس ابي اجي معك بالموضوع اللي راح يصير انه الـ client هني يشوفه يتحرك طريقة صحيحة طبعا مو صحيحة صحيحة بس يعني نمشيها الاحين نقول انه صحيح قاعد يتحرك بس اذا تلاحظ شيء غريب شغلة يعني اصلا غريبة اولا ان الـ client خلي اقربهم شوي اكثر اذا تلاحظ ما قاعد يتحركون بنفس الوقت خلي شوف راك كزا شوي معهم راح تلاقي ان الـ server يتحرك بعدها الـ client يتحرك الـ server يتحرك بعدها الـ client يتحرك وتكون اوضح اذا مثلا اسوي هذه خنقول خمس ثواني كل خمس ثواني يحدث وخلي نحط مثلا امية بس علشان تشوف الصورة واضحة شوف الـ server يروح الـ client بعدها الـ server يعبر الـ client وراه فيعني already عندنا مشكلة المشكلة طبعا هذا تكلمنا عنها سابقا ان الـ client هو قاعد يحطه يعني delay من عنده فمعناته لازم نسوي variable ونسوي replicated ونحطه حق الـ client يعني بدأنا ندخل بتعقيدات ما لها داعي بس الشغلة الثانية الاهم من هذا كله ان نلاحظ الـ client بكل frame او بكل tick قاعد يحدث يعني حتى لو القيمة مو متغيرة هو قاعد يسأل طول الوقت وهذا الشي اللي احنا ما نبي ما نبي انه طول الوقت يحدث يبي يحدث بس اذا صار عنده تغيير فهذه النقطة الثانية اللي راح نتكلم عنها من نتكلم عن موضوع التنبيه او التنويه اوكي خلينا نبتدي اول شي بالنقطة الاولانية وهو انه اذا لا علاقة اذا كان قريب يم من الـ cube يعني اذا انا هنا مفروض ما لي شغل ما عادل عنك يو بتحرك ما تحرك عادل من اروحي اما يالله اشوف انه والله ايه قاعد يتحرك بس اذا كنت مثلا بهذا المكان مفروض انه ما عادل عنه فخلي نبتدي بهذا النقطة ان ندخل لاحظة خلي انشيل هذي ما نحتاجه اوكي اذا ندخل على الـ defaults راح تلاحظ هني عندك وايد خيارات واحدة من عندهم اسمها net load on client هذا معناته ان هذا الكيوب او هذا الاكتر يعني اول ما تفتح الخريطة راح يسوي load راح يحطه حق الـ client سواء الـ client يمه ولا مو يمه راح يحطه بخلاص اوكي فهذا احنا ما نبيها نبي ان الـ client يشوف هذا الكيوب بس اذا كان قريب عليه اوكي طبعا بالوقت الحالي ما راح يختلف معنا شيء كثير يعني الكيوب بعده موجود ونفس الشيء ما تغيى شيء بالموضوع والـ السبب انه هني عندنا شغلة ثانية اللي هي هذا شنو المسافة اللي عندك يعني اللي تحدد فيها طبعا طار لاني شلتان هذا الـ delay اللي هني خلا راجع بس علشان نقدر نقدر منش راح يش قاعد يصير ان هذي شنو المسافة اللي المفروض يكون اللاعب بعيد عن هذا الـ actor قبل ما ياخذ اي تحديد بعدها تلاحظ رقم كدير فاحنا خلي النقصة لحد مثلا خمسمية ألف مثلا ايش فاذا كمسة طب واحد اثنين ثلاثة اربعة ايه خمسمية ألف الحين الكيوب أصلا مو موجود لاننا احنا مو يمه فعشان شذي ما يراح يطلع عندي للسيرفر طبعا يشوف كل شيء السيرفر عنده كل شيء بس الكلاينت ما يدع عنه اذا اروح قريب يطلع عندي ويقعد يحدد فهاذي اول خطوة يعني مهمة بشغلنا ان احنا الحين عرفنا انه مثلا لو كنت انا بعيد اخوان كنت هني هنشوف شوية يحدث السيرفر يشيلها فما يحطل بالكلاينت ويشيل التحديثات هذي التنبيهات انه مش انا مية مش انا مية كل تيك يعني عرفت لان انا بعيد عنه اصلا من اروح اقرب اوصل اشوفه طبعا الحين انا يعني هذه الكرة اللي حاطها الخضرة عشان اراويك المسافة اللي المفروض تكون عنها قبل ما يصير عندك تحديث بس هذي المفروض تكون اكبر طبعا يعني مثلا من هني مفروض يصير تحديث حق اللاعب يعني ما تخلي انه لما يجي تري يا الله يشوف لا تخلي مثلا انه منه يكون بهذا المكان يعني مسافة معقولة يحدث وهذا تغيرها بالعني هذا الارقام تقعد تتحكم لحل ما تشوف مسافة يعني مناسبة انه انت تحدث حق اللاعب قبل قبل ما يقرب كلش قبل ما يعني فجأة تطلع بويها الهاذي العمارة او الكيوب او شي عرفت فهاذي شغلة حليناها الحين الشغلة الثانية بعدنا احنا قاعد نحدث كل وثانيا بعدنا يعني ما قاعد يمشون متناسقين مع بعض يعني نرجع تلاحظ السيرفر يمشي اول بعدين الكلاينت كل واحد يعني كلش مو متناسقي مع بعض وهذه هم بعده الحين لازم نحلها طيب اول قاعد يصير تحديد كل نحن السيرفر قاعد يدز كل خمس ثواني بس الكلاينت قاعد يحدث كل بالكل تيك فاحنا هذو ما نبيه فاكو طبعا تايمر بس نفس الشي راح يضل يحدث مثلا كل ثانية اولا كل نص ثانية يعني اوكي هي اقل يعني متعبه اقل من ال تيك بس هم بعد احنا راح نقوم نحدث بدون داعي هني يجي دور النوتيفكيشن او اله اله اسمه بانريل اسمه ريب نوتفاي هاذا الوهریابل حاليا اسمه آ يعني الريب ليكيشن ما احنا حاطينه ريب ليكيتيد نحاوله حق rep notify هذا معناته انه يسوي replication ويعطي notification بس اذا كان فيه تغيير اذا ما فيه اي تغيير فما رح يحدث حق الحق ال clients بنسوي له rep notify تلاحظ هني طلع لنا function جديد كل ما يتغير هذا ال variable راح يندح على هذا ال function فالحين نقدر نحط هذا هني ونشيل اللي تحت كله وناخذ كل اللي هني وندخل على هذا ال function الجديد اللي طلع لنا وهم بعد خلي نحط authority عشان نعرف ال client متى قاعد يحد وبالأحضر خلي نحطه ورا لان هذا مجرد يعني بس حقنا فخلي نحطه ورا علشان نقدر نمسحه متى ما نبي ونقول له اذا كان client سوي اللي print عشان هن بعد سيربر حتى نعرف الفرد بينهم نغير هذا نسوي مثلا احمر بس سيربر راح يطعب الاحمر وال client راح يطعب الاصفر كل ما يتغير هذا راح يتحدث يعني القيمة مالة هذه كل ما تتحدث راح ينده لنا على هذا ال event وبشي بي ما راح يكون عندنا اي شي بل ابنتك غير هذا التغير وهذا نقدر نغيرها حق تايمر الحين واحنا مرتاحين اوكي شوف الفرق اللي صار معانا الحين ال client ما يشوف اي شي فاحنا هني already يعني كسبنا كثير من performance على قولتهم الاداء يعني ما للانترنت وما الكمبيوتر السيربر هو الوحيد اللي قاعد يحدث كل خمس ثواني ال client من يروح راح يبدأ عنده التحديد وهم بعد بس كل خمس ثواني مو كل frame مثل مساء او كل event tech يعني قريب فقاعد يجي لها تحديث اذا يروح بعيد فما يجي لها اي تحديث عدل طيب الحين في عندنا مشكلة يعني شوفوا ان احنا الحين من نكون بعيد يختفي الكيوب ما ندري وين مكانا مننقرب خليه يتحرك شوي يروح يم السلم مثلا مننقرب راح نشوفه يم السلم بس بعدين راح تصير عندي مشكلة وحلها بسيط جدا يعني خليه يروح يم السلم اي مثلا مننقرب راح يلاقي يم السلم وكان الصحيح بس المشكلة اللي قاعدة تصير انه ما قاعد يحدث وراها ما قاعد يسوي تحديث انه تحرك بالنسبة حق الكلاينت يعني هني الكلاينت ما قاعد يشوف انه قاعد يتحرك هذي هني نيجي عاد نقول له وين هذي ربليكات موبمت ربليكات موبمت نحط على هاتيك اوكي كومبايلان سيف الحين مننقوم بعيد ما ندري عنا الكيوب ما ندريش قاعد يصير لان نحن باخر الدنيا اخر الخريطة بعدها رحنا وصلنا يم من السيربر فشفنا الكيوب الحين يتحرك طريقة سليمة لان اللي قاعد يتحكم بالحركة هو السيربر الكلاينت بس قاعد يعيد يعني يكرر العملية قلينا افترض انه انا رحت مرة ثانية مكان بعيد ما ادري عنهم حين شوية يحدث السيربر راح يشين فالحين فتشيري بعد ما يحتاج انه يقول لي اي معلومات لان انا بعيد اخر الخريطة بس غالي اقرب هني السيربر مني قاعد يطالع الكلاينت باخر الدنيا من يجي يشوفه راح يعرف انه صار في تحديثات جديدة اوكي فهذه فكرة الـ Notify Rep Notify زائد فكرة اللي تكلمنا عنها اللي هما الـ Relevancy هذه اوكي اوكي يالله ان شاء الله عاد وصلت الفكرة لانه هذي هنبعد واحدة من النقاط اللي وايد اتعقد بالـ 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 Client اه بالـ موضوع الشاسمة موضوع الملتيبلاير والشذي يعني بس بيراويكم شغلة نبهكم عليها انه لاحظ الـ Client يقول انه يعني شنو التحديث اللي هياله بالاصفر يقولها بس اول ما يجي يعني اول ما يدخل من يروح قريب يعني يقول انه اي اوكي مكان للكيوب هني بس بعدين خلاص وهم ما قاعد يتحكم بالحركة فما يغير ولا يكتب ولا هم يحزنون بس السيرفر اللي قاعد يتحكم من اروح بعيد رح يخطف الكيوب من ارد مرة ثانية شوف الـ Client رح يكتب انه اه اوكي الموقع الجديد كذا يعني هذا اخر تحديث هذا الـ Notification اللي يجي لك مثل ما قلنا مساع المثال ما انه من يجي لك على التليفون انه ترى فيه ايميل بقى ما يرجع كل شوي يقول لك ترى في ايميل بقى في ايميل الا اذا انت حاط انه مثلا ذكرني كل خمس دقائق مثلا اوكي ذكرك بس الحين مثلا بهذا المثال بس نبي نقول له احنا قربنا صرنا قريب على الكيوب نقدر نشوفه شنو اخر موقع وصل له وانا بعيد فيقول لي مثلا هذا موقع الجديد بس وبعدين عاد السيرفر يقوم يحدث بعد ما يحتاج انه طول الوقت الكلاينت يتاكد ها تحرك ولا ما تحرك تحرك ولا ما تحرك خلاص تغير انا اغير مكانه اهني الحين انا رحت بعيد اختفى شوفو من اقرب يطلع مرة ثانية اوكي يلا شبه بيعطيكم الف عافية ومشكورين وان شاء الله شوفكم بالحلقة الياية اعتقد الحلقة الياية بعد خلاص نبلش ندخل باللعبة نفسها ونبدأ يعني نسوينا مغامرة او لغز او شي من هذا القبيل لان الحين صارت عندنا واضحة في المبادئ مالة المالتي بلاير اوكي نشوفكم على خير وفي امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة